في موضوع آخر اللقاء اللي يجمع مؤخرا مؤسس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسافير الأمريكي في تونس أثار حوله تساؤلات كبيرة آخر التسريبات حسب مسؤولين أمريكيين حظروا في الاجتماع تفيد بأن حركة النهضة وضعت خطة لإفشال أي محاولة أو تحرك أو تمرد لإسقاط الحكومة الثورة المضادة لحركة النهضة في تقرير طارق الخضرون بعد سقوط الإخوان المسلمين في مصر السيناريو المصري واللي يمثل مصدر اختار خاصة على التجربة التونسية واللي تمر بنفس الأوضاع تقريبا والتجانب هالسيناريو تعادلت اللقاءات وآخرها اللقاء راشد الغنوشي مع السافير جاكوب وولز وكشفت مصادر مطلعة نقلا عن دبلوماسي أمريكي شارك فيها اللقاء أن مؤسس حركة النهضة راشد الغنوشي أكد أن الحركة مستعدة لمواجهة أي تحرك شعبي لإسقاط السلطة هذا يقول نفس المصدر أن هناك قارات عاجلة اتخذتها الحكومة تتعلق ببعض مفاصل الدولة العسكرية والأمنية وأن مجابات أي تحركات شعبية لإسقاط النهضة وحكومتها باش تنب وسائل متعددة وأن جميع الوسائل والأدوات باش تكون مشروع لحماية المشروع الديموقراطي التونسي على حد تعبيره تحذيرات النهضة للرد على التحركات الشعبية باش تكون من خلال الوسائل الأعلامية والتعب أو عملية الحجر المضادة وغيرها الدبلوماس الأمريكي اللي شارك فيها اللقاء وحسب التسريبات يأكد أن هناك إجراءات باش تقوم بها السلطة من بين اعتبار أنه أي تمرض على الحكومة بأنه انقلاب على الإسلام هو اللي يأكد المحلين اللي يعتبروا أنه علاقة النهضة مع السلفيين تعيش على واقع حالة من الهدوء من أجل المسالحة بين الطرفين وفي نفس السياق تتواتر معلومات حاول أنه حركة النهضة تقوم منذ أسابيع بتسهيل دخول مجموعات ليبيا مسلحة للتراب التونسي وذلك كإجراء الدعم حركة النهضة وخليها المسلحة والمواجهة كل من يحاول إسقاط الحكومة